السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك واشتركوا بالاخبار بتكونوا بالف خير وساعدة محمد ران معاكم في حلقة جديدة على قناة محمد ران على اليوتيوب ومواقع تيجن بلاس فيديو النهاردة يبقى استراتيجية ربحية جديدة للربح من اختصار الرابط والربح من الانترنت مبالغ مالية كويسة جدا جدا هديك الفيديو بالأدوات بالطريقة بإذن الله على طبق من ذهب هفهمك الخطوات واحدة واحدة من البداية للنهاية للناس المبتدئة خالص اللي ما عنداش خبرة في مجال الانترنت ولا العمل على الانترنت نهائيا علشان الطلبات اللي بتجيلي او الكومنتيات اللي بتجيلي المفادة بتاعها ان انا بشرح لمستوى عالي مش للناس المبتدئة اللي لسه بدأ على الانترنت ما تنساش لو انت مبتدئ اشترك في القناة دلوقتي عشان يوصلك كل جديد من محتويات الربح من الانترنت والتقنية عامة وصلوا الفيديو ده لخمسمائة لايك عشان ننزلوكو فيديو تاني بإذن الله بالاضافة الى جيفاوي خمس دومينات دوت كوم هدية مع كوبون جوجل ادورد مية اوف بإذن الله بالنسبة للجيفاوي اللي فات شباب اعملنا السحب على حسابي على الفيسبوك هكذا الرابط موجود تحت في الدسكريبشان ما تنساش وصل الفيديو خمسمائة وكمل معايا الفيديو للنهاية تابعني هرجعلك مرة تانية لو عانيت من مواقع اختصار الروابط واربحها ضعيفة لو عايز تمسك دولارات في ايدك من سنتك يبقى انشئ مواقع اختصار الروابط عن طريقنا تيكن بلاس لخدمات الويب تقدم لي خدمة انشاء مواقع اختصار الروابط باسعار خيالية مش بس كده بنقدم لي كمان اشكال مختلفة وسيمات مختلفة لموقعك هتميزك عن باقي المواقع التانية موسيقى ده بالاضافة الى خدمة الدعم الفني اللي بيشرف عليها محمد الريان طوال فترة الخدمة مستني ايه؟ اتواصل معانا عن طريق الليكات الموجودة تحت في الديسكريبشن واستفسر عن الاسعار تنبيكو مرة تانية يا شباب يا رب تكونوا بألف خير وسعادة فضلا ولا يسا امرو لا لسا انتش لايك اعمل لايك درواكتي ووصل الفيديو ده 500 لايك فاجرب وقت عشان انزللكو حلقة جديدة بإذن الله تبقى استراتيجية كاملة غير الاستراتيجية اللي انا بشرحها دلوقتي وغير اي استراتيجية انا نزلتها في القناة عندي بإذن الله الفيديو ده هيفيدك جدا جدا لو انت مبتدع على الانترنت وعايز تحجك اول مبلغ مالي ليك من على الانترنت استراتيجية للمبتدئين جبل ما تكون لأي حد فاهم على الانترنت يبقى لو انت مبتدع على الانترنت وعايز تبدأ بأي طريقة ابدأ بالطريقة دي بإذن الله هديك الادوات وكمان هشرح لك يعني خطوة بخطوة ازاي تشتغل على الاستراتيجية دي لو محتاج اي مساعدة ياريت تحت في الكومنتات تقول لي سؤالك وانا بإذن الله هجاوب عليك في اسرع وقت اولا الجيفووي بتاع النهاردة مقدم من موقع انفينيتي تمام موقع انفينيتي هو موقع اختصار روابط موقع ربحي جديم شغال بجل فترة بيدفع للناس الموقع كويس جدا جدا واهم حاجة عندنا المصداقية التامة بإذن الله النهاردة هسيب لكو صفحة للتواصل مع الموقع بالاضافة الى حساب مالك الموقع الاساسي الرسمي عشان تتواصله معاه لو فيه اي مشكلة اولا الجيفووي مقدم من الموقع دي يعني الخمس دومانات بالاضافة الى كوبون جوجل ادورد سمية اوف مقدم من الموقع ده عشان تشترك فيه تابع معايا بقية الفيديو لو عايز الاستراتيجية على طول قدم الفيديو دقيقتين او تلات دقائق لقدام عشان تشوف بقية الاستراتيجية بإذن الله اولا التسجيل تهلي جدا في الموقع ده مش محتاج ان انا اشرحه لو دخلنا كده على البيئة او اسعار الدول سواء كانت الدول العربية او غير الدول العربية هنخش دلوقتي ونشوف الاسعار مع بعضينا زي ما شايفين طبعا مصر اعلى حاجة هنا عشرة دولار عشرة دولار كمان جيرماني وباقي الدول تسعة لتمانية دولار الاهم عندنا دلوقتي الدول العربية تتروح ما بين سبعة لعشرة دولار واللي همنا اكتر مصر اللي هي عشرة دولار طيب ليه الموقع ده مخلي مصر عشرة دولار اكيد انت هتشك طبعا وشرط اساسي ولكن تابع معايا لنهاية الفيديو هعرفك لماذا الموقع ده مخلي مصر عشرة دولار ومخلي امريكا عشرة دولار وباقي الدول اجل من كده وممكن يرفع الاسعار عن كده كتير جدا الفترة اللي جاية اولا هنخش نسجل في الموقع التسجيل عادي جدا مش محتاج برضو ان انا اشرحه بعد ما تسجل في الموقع بتبدأ تتصفح طرق الدفع وتشوف نسبة الاحالة اللي موجودة في الموقع ده اللي هنقولولك باذن الله دلوقتي دي واجهة الموقع كده يا شباب لو دخلنا على الرفرالز هنلاقي ان الموقع بيديك 20% رفرال 20% نسبة احالة يعني لو حضرتك عندك قناة على اليوتيوب وعملت فيديوهات زي المسابجات اللي هقولولك دلوقتي ممكن تربح من الرفرال وتربح كمان من ثمن او ثمن الفيديو اللي انت هتعمله عندك على القناة طرق الدفع بقى اللي هي متاحة تقريبا لكل الدول العربية عندنا بيبال وبايزة وسكرل وبتكوين وبماني بيرفك ماني وبايير وبانك ترانسفير ودفهم كاش ايجي بتبوست وبايونير وكاش كمان لو حضرتك يعني موجود في المنطقة اللي صاحب الموقع موجود فيها طيب الدفع هنا بيكون كل قدقية محمد عشان الناس اللي هتسأل دلوقتي الدفع هنا كل اسبوعين يا شباب مش كل شهر ان كل اسبوعين بيتم الدفع لاصحاب المبالغ المالية القليلة لو حضرتك كملت عشرين دولار في اقل من اسبوعين بتطلب سحب وصاحب الموقع بيتواصل معاك وبيتفعلك على طول مش بتستنى الاسبوعين طبعا لا بيتفعلك في خلال يومين عمل يعني في خلال يومين منطلب السحب لو كملت العشرين دولار او اكتر من عشرين دولار بيتقدر ان انت تسحب ارباحك على طول من الموقع ده عن طريق طرق الدفع اللي موجودة قدامك دي كلها اللي هي تقريبا متوفرة فقط مع اي حد مين المتابعين اللي موجودين عندي في القناة سواء كان من مصر او من برا مصر طيب المواقع ده لطرق تواصل جدا جدا ممكن تتواصل معها صاحب الموقع عن طريقة 가는 طريقت طبعا اداة التواصل دي اللي هي الفاة غير شات دي عهدةفاة التواصل مباشر معصاحب الموقع لو كان اولاين لو دخلنا كده دي صفحة الفيسبوك الخاصة بي صاحب الموقع نفسه صفحة الفاهم بيج الخاصة بي الموقع نفسه ممكن تخشوا وتواصلوا معهم عن طريق الفانبيج هوريكوا بقى دلوقتي صفحة صاحب الموقع نفسه له سبق لكم ان شاء الله تحت فيه ده حسابي على الفيسبوك يا شباب لو محتاجين اي حاجة هتلاق الرابط برضو موجود تحت في هنا دي شروطه تمام ودي المسابقات اللي هو عملها بيقولك اكتر عضو هجيب زيارات كل شهر لبونس خمسة دولار تمام وكل عضو هيكمل خمسين دولار هياخد خمسة دولار بونس زيادة يعني لما تكمل خمسين دولار في الموقع هتاخد خمسة دولار زيادة وتسحبهم على طول باذن الله الدعم عنده اربعة وعشرين ساعة زي ما قلنا الحد الادنى للسحب هنا لو جاي بفوق العشرين دولار بتسحب في خلال يومين عمل لو مش جاي بتستنى اسبوعين وبيتم الدفع عليك باذن الله عن طريق طرق الدفع اللي انت بتحددها السي بي ام باذن الله هيزيد كل جمعة هيزيد السي بي ام عنده في الموقع نسبة لحالة عشرين في المية تمام لو جبت عدد متابعين كتير هتعمل فيديو على اليوتيوب وتجيب حوالي خمسين متابع هتاخد خمسة او عشرة دولار على حسب تقييم صاحب الموقع لقناتك ويا ريت جبل ما تعمل الفيديو تكلم صاحب الموقع وتعرفه في البداية علشان بعد ما تعمل الفيديو ممكن ما تجبلش فانت اعرف صاحب الموقع جبل ما تبدأ تمام؟ عشان تبقى مديد تمام واخد منه التمام هسيب لك الروابط كلها موجودة تحت في الديسكريبشن ازاي تتواصل مع الموقع وكمان ازاي تشترك في الموقع كل الحاجات اللي انشرحتها في الفيديو ده اولا يا شباب الفيديو بتاع النهاردة برعاية الموقع انفينيتي لينكس فياريت تخشوا وتشاركوا عشان تساهموا في دعم القناة الى اكبر حد ممكن اولا ازاي تشترك في الجيفاوي جبل ما تخش في الاستراتيجية الجيفاوي زي ما قلنا برعاية موقع انفينيتي لينكس هتخش تسجل في موقع انفينيتي لينكس عن طريق الرابط اللي موجود تحت في الديسكريبشن وتنزل تحت في الكومنتات تسيب لي اليوزر نيم اللي انت سجلت بيه في الموقع او طريقة قد هتواصل بيك منها عشان تستريم جايزتك طبعا كل ما بعمل الساحب بيعمله على حسابي على الفيسبوك سيبتلكوا الرابط موجود تحت في الديسكريبشن بعد خمس تيام بإذن لان النهاردة هعمل الساحب على الجيفاوي اولا بقى ونبدأ نخش في استراتيجية النهاردة ايه هي الاستراتيجية وايه هي الطريقة اللي هتجيب لنا ارباح حوالي 20 دولار يوميا يا محمد ولكن مش على طول مع الوقت هتبدأ تجيب لعشرين دولار والعشر دولار والتلاتين والخمسين والمية كمان ولكن مع الوقت بإذن الله مش بين يوم وليلة لازم تتعب وتشتغل وتشتهد عشان تقدر تاخد ارباح كويسة من الانترنت مافيش حاجة اسمها الربح بسهولة من الانترنت الا الا في بعض الاحيان لو حضرتك عندك يعني عدد كبير من الزوار ممكن يبقى الربح هنا بسهولة لو عندك قناة مشهورة يبقى برضو الربح بسهولة لو عندك فكرة كويسة جدا جدا وعرفت تستغلها يبقى برضو في ربح بسهولة انما انت مبتدئ مافيش حاجة اسمها ربح بسهولة ولكن فيه تبسيط فيه تبسيط للمعلومة عشان تقدر تربح من الانترنت النهاردة بإذن الله هنشتغل بشكل بروفيشنال شوية انا يمكن شرحت الطريقة دي قبل كده ولكن ما شرحتهاش بشرحة كامل او بشكل يعني مبسط للناس المبتدئة للناس اللي لسه باتقى على الانترنت متعرفش يعني ايه الطريقة اللي انا بقولها دي اولا هنفتح موقع خاص بي البي دي اف بوكس زي ما قلتلكم شرحتها قبل كده ولكن طريقة النهاردة كويسة بادوات جديدة وادواتها يتفيدك اكتر من الفيديو اللي انا شرحته قبل كده لو دخلت على الديسكريبشن تحت الفيديو هتلاقي رابط كتير جدا جدا منها رابط قالب بلوجر خاص بي البي دي اف من خلال الزرار ده الازرج هتشوف معاينة للقالب من خلال الزرار الاخضر هتحمل القالب عنده خلاص حمالنا القالب وركبناه هيبقى شكله بالشكل ده زي ما تشوفين طبعا دي كلها اه مفروض يعني ان هي قالب بي دي اف زي ما انتشاهد ده هيبقى شكل الموقع بتاعك بعد ما تركبه على بلوجر يعني انت هتاخد القالب نفسه تركبه على بلوجر في ناس دلوقات كي أتقول لي طيب ازاي هكم ركبو على بلوجر محمد عشان ما طولتش منقاط الفيديو ابحث في يوتيوب عن ازاي او كطريقة انشاء مدوانة بلوجر و تركيب قالب بلوجر عليها هتلاقي شروحات كتير جدا جدا للناس ا environments في المجال ده بس عشان ما تقولش منوكة الفيديو. بعد ما تشوف الطريقة او زي تركب القالب. هتركب القالب هيبقى معاك بالشكل ده. هتبدأ تعمل مواضيع زي ما تشاف كده دي كلها هتبقى مواضيع طبعا لكتب بي دي اف. هتبدأ انت تحملها وترفعها وتختصر الرابط وتنشره هنا وتنشره كمان على جربات مختصة في المجال ده. هسيب لك الرابط كلها تحت في الديسكريبشن بالإذن الله النهاردة. ولياكم مسلا دخلنا جوه كده بالشكل ده. ده شكل المقالة من جوه شباب فيه طبعا اعادات هتحط اعادات يبقى هتربح من جوجل تربح من رفع ملفات تربح من اختصار الروابط عن طريق الموقع اللي شرحناه النهاردة او اي موقع انت شغال عليه ولكن انا بان صح يعني بالمواقع المستجدة وبرضه الموضوع يرجع لك انت في الاخر ما تخليش محمد او غير محمد يأثر عليك بموقع معين تمام ركبت القالب اه زبطت القالب خلاص ودينا تمام معاك وركبت له دمين مجاني ودينا تمام معاك برضو ازاي بقى تجيب القوالب البي دي اف اللي هتبدأ تنشرها مش معجولة هتخش على مواقع البي دي اف المنافسة ليك وتبدأ تحمل القالب قالب والكلام ده لا خالص مش هنعمل كده النهاردة بإذن الله انا هسيب لك تحت في الديسكريبشن الرابط الخاص بمكتبة بي دي اف كاملة فيها حوالي خمسمائة الف تقريبا كتاب على ما اعتقد يعني عشان برضو مزايتش في اه الكمية ولكن فيها كمية كبيرة جدا 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 من الكتب في جميع المجالات زي ما شافين كده اه في حاجات في الماركتينج في النتورك في اليوديمي في السي بلاس بلاس في البرمجة يعني في التصميم اه روايات انجليزي وروايات عربي اه كمان عندنا هنا ابن ابن الجوزي تقريبا كده اه فلاسفة وعلماء والكلام ده كله وفنون ومسرح فكر ونسر واثار وتاريخ وجغرافيا والكلام ده كله يعني كل الكتب هتلاقيها موجودة في اه المكتبة دي هتبدأ حضرتك كده مثلا هتستهدف الكصص والروايات هتخش كده على الفيلدر الخاص بي الكصص والروايات هتبدأ تلاجي في كصص وروايات كتيرة جدا جدا او كتب كتيرة جدا جدا هتبدأ حضرتك تحملها عندك على جهازك على الكمبيوتر وتبدأ ترفعها على اي ماركة زراف عربحي وبعد ما ترفعها تختصر الرابط وبعد ما تختصر الرابط هتنشره في القالب اللي انا سبتهولك بعد ما تركبه عندك في المدونة يبقى عشان الناس اللي هتيجي دولاك تقولي طب برضو مش فاهم انا هعمل ايه هتركب القالب على مدونة بلوجر مجانية هتعمل لها دومين ماشي مش هتعمل لها دومين براحتك بعد كده هتحمل الرواية من هنا او الكتاب من هنا وتبدأ تعمله موضوع في بلوجر بوصف بسيط بصورة الكتاب برابط التحميل المختصر اللي انت هتسيبه له تمام يعني هتعلم كده مثلا وتدوس كده كليك كايمين وبعد كده هتلاقي هنا دولوت في النهاية هتدوس عليه هتحمل عندك ترفع الكتاب ده على ماركة زراف وبعد ما تختصر الرابط وبعد ما تحطه في مدونة بلوجر عندك انا ايه الزيادة في الفيديو ده الادوات اللي انا بديها لك دلوقتي هي الزيادة تمام فالكتب دي كلها مكتش موجودة قبل كده ولكن موجودة دلوقتي معاك ممكن تستخدمها في اي موقع خاص به كتب البي دي ايف اللي ممكن تشتغل عليها والحمد لله يعني الطريقة دي انا جربتها شخصيا كويسة جدا 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 اول طريقة بدأت بيها على الانترنت وجابت معايا ارباح عالية جدا جدا اول طريقة في الاستراتيجيات لاننا بدأت بجوجل ادسنس قبل كده تمام عشان بس اوضح لكم النقطة دي هننشر فين طيب عمام محمد في جروبات كتير جدا جدا على الفيسبوك خاصة به كتب البي دي ايف ده اشهر جروب موجود فيهم ولكن الجبول هنا مسهل يعني انت سهل على تخش جوه الجروب ولكن مسهل ان انت تنشر جوه الجروب لازم ان تكون عضو متفاعل ابدأ الاول اتفاعل مع اعضاء الجروب عن طريق طبعا انت تنزل ملخصات لروايات البي دي ايف تنزل الكورسات تنزل مثلا كتب ولكن بروابط مباشرة انا عارف ان الناس كلها دلوقتي هتهجم على الجروب ده وانعارف برضو ان الادمن هيعرف وهيعمل لكم بان كلكم عشان كده فكروا بدمغك شوية بلاش التصرع عشان ما تاخدوش بان في الجروب ده جروب كويس جدا جدا بيجيب تفاعل بطريقة عالية جدا جدا زي ما تشوفين كده ده بوست مثلا من احد المدريتورس اللي موجودت في الجروب جايب 147 شير 147 شير او فيه لينكات تحت هنا لينكات دي كلها يا شباب بيخش منها زيارات عالية جدا طبعا لو كانت لينكات دي تابعة الجوجل كنت توردكو معدل الزرات ولكن زي ما تشوفين كده بيجيب تفاعل كويس جدا عن طريق الشيرز واللايقات زي ما تشوفين طبعا بتنزل في حاجات بسيطة جدا جدا بيجيب تفاعل حلو جدا 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 انا اللي عايزو منكو ان انتو تفهموا عجلية الناس اللي موجودة في الجروب ده وابداؤوا اشتغلوا عليها ده واحد اهو اللي هو ادمن تمام ولا هو مودريتور ده هو عضو زيك زيه ولكن زي ما تشايف كده بيتفاعل مع الناس عن طريق طبعا حاطط حكمة حكمة اليوم اثنين وحاطط الحكمة زي ما تشايفين جابعا جاب تفاعل كويس جدا خمسمية وخمسداشر لايك اربعة وثلاثين شير غير الكممنتات الناس هتددى تسق في الجروب الادمنز اللي موجودين في الجروب هيبدوا يقصلكوا فيه بعد كده لما تنزل مثلا افضل روايات رومانسية مثلا وتنزل روابط مباشرة تمام بتودي على المدونة بتاعتك يبقى انت كده جدرت تتخلي الناس تسق فيك وتخش على لينكات بتاعتك روابط المختصر يبقى موجود جوا المدونة نفسها مش هتنشره على الفيسبوك فيه جروبات كتيرة جدا 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 وبما ترى روايات وكتب بي دي اف ٢٠٤٦٦٠ ألف مشترك عاصر كتب بي دي اف ٦٠٠٠٠ مشترك مقهى الكتب ٢٤٤٠٠ المشترك قصر الكتب بي دي اف ٤٤٢٠٠ المشترك وهكذا فيه كتير جدا جدا انا مش هقدر اديكوا الجروبات كلها عشان عارف الناس كلها هتخش علي الجروبات دي وهتبدأ يعنيوا التنزل بطريقة اسبامي شوية الاحين طبعا ما الادمينز يكتشفوا يعملوكو بان كلكو عشان كده هسيبكنتو تكتشفوا بنفسوكو ولكن انا اديتكو الطريقة و اديتكو كمان الادوات اللي تبدأت تشتغلوا بيها كمبتدئين في المجال ده ما تنسوش لايك و شير و كومنت و وصلوا الفيديو لأكبر قدر كافي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته